بسم الله الرحمن الرحيم المهاضرة التانية برنامج الماجستر المهاني في المحاسبة MBA الفصل الدراسي التاني المستوى التاني تخصص المحاسبة المالية عربي المادة او المقرر اعداد التقارير المالية لقطاعات التشغيل مازلنا في المعيار المحاسبة المصري رقم 41 والمقابل له الدولي فرز 8 الصدر بعنوان القطاعات التشغيلية هناخد النهاردة موضوع يتناول قياس الافصاح عن القطاعات التشغيلية ازاي ايس او حدد قيمة للافصاح عن القطاعات التشغيلية يعني بمعنى اخر لو انت عايز تعمل رسالة ماجستير والعنوان بتاع الرسالة بتاعك فيه الافصاح عن القطاعات التشغيلية في الحالة دي نعايزين نعرف ازاي نقيسه او نحطه قيمة بحيث ان نحطه على الاجسل او برنامج التحليل الاحصائي اس بي اس اس ونقدر نحلل البيانات بتاعتنا تفتكروا ممكن نقيسه ازاي احد اساليب القياس اللي انتم ممكن تكونوا عارفينها ان احنا نعمل قيمة استقصاء انا بقى النهاردة بدي طريقة معروفة وشاعة لكن النهاردة هعلمك او هعرفك طريقة جديدة من الممكن مع عرفة قيمة الافصاح او تحديد قيمة ليه اه واحنا هنتكلم بالتطبيق على قطاعات التشغيلية اه من خلال حاجة اسمها الكنتنت اناليسي ناخدها بالتفصيل تلوقتي اه هنفسحه اه يبقى ايزا هنفسح ونقيس يبقى لقيس مستوى الافصاح عن المعلومات القطاعية يتم استخدام اسلوب تحليل المحتوى اللي هو الكنتنت اناليسيز لتحديد البنود التي قامت كل شركة بالافصاح عنها فعلا في التقارير المالية السنوية لها وذلك اه تبقى لما يلي او تبقى للاجراءات التالية اول حاجة يتم اعطاء القيمة واحد لذا كانت الشركة قد افصحت عن البند في تقاريرها المالية ويتم اعطاء القيمة صفر في حالة عدم قيمة بالافصاح عنه والبند ينطبق على تلك الشركة وفي حالة ان البند لا ينطبق على الشركة نضع علامة اي علامة هنا دي مش ناقص دي اي علامة ممكن نجمع اي علامة علشان من اجل تجنب معاقبة الشركة لعدم الافصاح عن هذا البند بعد ذكالة بنقيس مؤشر الافصاح الدي اي اللي هي بيتساوي الدي على الام دي حيث ان اللي هو الدي اي اللي هو مؤشر الافصاح عن المعلومات القطاعية وده عايزين نعمل له قيمة اه نحسيب له قيمة او نقيسه اه والاي دي ده عدد البند التي افصحت عنها الشركة بالفعل بينما الام دي هو الحد الاقصى لعدد البند في المؤشر اه لو احنا عاملين شيكلست يعني اه بمئة بند تلاتين بند عشرين بند هو ده اللي بيبقى في المقام اه بعد كده هو بيقوم الباحث باعداد بنود اه مؤشر الافصاح عن المعلومات القطاعية والتي تمثل قائمة المرجعية اللي هو شيكلست للافصاح باستخدام بنود واردة في المعيار المصري واحد واربعين والدولة تمانية والامريكي مثلا مية واحد وثلاتين بالاضافة للبخص والدراسات السابقة في هذا المجال اللي تناولت الافصاح عن القطاعات التشغيلية بنعمل من من ده كله بنحاول نعمل آآ بنود للافصاح عن القطاعات التشغيلية علشان دي بالنسبة لي هتبقى المعيار اللي انا هيسعليه الافصاح الفقلي للشركات آآ هنا هو في احد آآ ابتدت آآ استخلص انا من المعيار المصري واحد واربعين والدولي وبعد الدراسات السابقة آآ مؤشرات هنبتدي نشوفها مع بعضينا آآ المؤشر ده بيقول لك آآ معلومات جايباها من المعيار واحد واربعين معظمها آآ بيقول لك آآ دي يعتبر بالنسبة لنا مبدائيا اتشيكليست أو آآ القائمة المرجعية اللي انا هشتغل عليها في البداية بحدد متخز القرار التشغيلي الرئيسي للقطاع اتنين عدد الكطاعات التشغيلية التي تقدم كل منها تقارير للإقدارة العليا تلاتة إدارة كل قطاع من القطاعات التشغيلية تتم بشكل منفصل لازم يتم الإفسار عن ذلك من في ضوء المعيير آآ يجب التقرير عن كل قطاع من القطاعات التشغيلية بشكل منفصل ويجب مراجعة النتائج التشغيلية لكل قطاع تشغيلي بشكل منتظم من قبل متخز القرار التشغيلي وبعدين إذا كان فيه أي تسوية لمعلومات القطاعات التشغيلية مع القوام مليا للشركة تبقى لمعايير المحاسبة المصرية بحطها آآ نمر سبع أنواع المنتجات والخدمات المولدة لإرادات كل قطاع من القطاعات القبلة للتقرير عنها تمانية تعديل المعلومات القطاعية المقابلة للفترات السابقة المترتبة على حدوث تغيير في شكل قطاعات التقرير نتيجة الاعتماد على مدخل الإدارة بدل من مدخل المخاطر والعوايد وبعدين تسعة إرادات العملاء الخارجين عن كل منتج أو خدمة عشرة المعلومات الجغرافية عن الإرادات للعملاء الخارجين ومدى اعتمادها على ملاء رئيسيين حضاشر الإرادات من كل عميل إذا بلغت إراداته إرادات القطاع من المعاملات مع عميل خارجي واحد عشر في المية أو أكثر من إرادات المنشأة نمرة تناشر القطاعات ذات الخصائص المتمثلة التي تتجاوز إرادات عشر في المية من الإراد المجمع لكل القطاعات التشغيلية التي يتم التقرير عنها بشكل منفصل تلات تاشر القطاعات التشغيلية المجمعة التي تبلغ إجمال إراداتها الخارجية المعترب بها 75% من إراد المنشأة أربعتاشر القطاعات الأخرى غير المجمعة معا والتي لا تتطلب الإفساح عنها بشكل منفصل ويتم التقرير عنها ضمن كافة القطاعات الأخرى خمستاشر وصف مصادر الإراد التي تتضمنها فئة كافة القطاعات الأخرى يعني اللي هو العمود بتاع لو افترضنا احنا شفنا اه او امثلة عملية من خلال قام مالية فعلية للشركات العمود بتاع كافة القطاعات الأخرى بلازم يكون متحدد بصورة وصفية بعد ما بيحط الأرقام يحط تحت وصف مصادر الإراد ده جاي منين النمر ستاشر أربع والخسائر بالنسبة لكل قطاع سبعتاشر الأصول بالنسبة لكل قطاع تمنتاشر الالتزامات بالنسبة لكل قطاع تسعتاشر إجمال للأصول والالتزامات لكل قطاع عشرين الإرادات المكتسبة من العملاء الخارجيين واحد وعشرين الإرادات المكتسبة من المعاملات مع القطاعات الأخرى لنفس المنشأة اتنين وعشرين مصروف وإرادات الفايدة اللي بتخص كل قطاع 23 مصروفات للسهلاك والاستنفاذ لكل قطاعات كل قطاع من القطاعات التشغيلية 24 مصروف ضريبة الدخل 25 عناصر غير النقديات الجوهرية باستثناء الاهلاك والاستنفاذ 26 أساس المحاسبة عن أي معاملات بين القطاعات التي تم التقرير عنها 27 نسبة إجمال إرادات القطاعات القبلة للتقرير إلى إرادات المنشأة 28 نسبة إجمال الربحة للقطاعات القبلة للتقرير إلى أربعة وخسارة منشأة 29 نسبة إجمال أصول القطاعات القبلة للتقرير إلى أصول المنشأة 30 نسبة إجمال التزامات القطاعات القبلة للتقرير إلى التزامات المنشأة تلاحظوا حيجة من 27 إلى 30 دي كلها نسب النسب دي مش موجودة في المعيار المصري اللي بتكلم عن قطاعات التشغيلية. ما اللي احنا اضفناها ليه? بنضيفها احنا في الشيكلست بتاعتنا او القائمة المرجعية علشان تدي لك نتاج احسن. علشان تطلع لك آآ لما تيجي التقيس الافصاح وبعدين آآ تقيس الافصاح للشركات فعليا آآ يحصل آآ تنوع في الارقام وتدي لك نتاج احسن في التحليل الاحصائي. آآ مع ملاحزة ان النسب دي آآ قد تفسح آآ عنها بعض الشركات اختيارين لان المعيار يعتبر حاجة اسمها افصاح اجباري. آآ بينما الافصاح الاختياري اللي هي بتفسح عنها الشركات اختياريا آآ دون بوجود اي الزام او قانون او متطلبات مهنية بتقول ان انا نفسح على المعلومة دي. كن بقى بعض الشركات افصحت. يبقى دي بتنديها اسكور اعلى او درجة اعلى. آآ بينما سالشركات اللي مش هتفسح هنديها سفر فبالتالي يطلع عندك نتاج كويسي. ادي التلاتين زي ما انت شايف هم تلاتين. تلاتين آآ مؤشر. آآ او نقول آآ بند من بنود المعلومات اللي ممكن نستخدمها آآ كقائمة مرجعية وهي دي القائمة بتاعتنا اللي على اساسها هنقارن ما بين الافصاح الفعلي للشركات والقائمة ديا ونحسب او نقيس الافصاح المحاسبي عن القطاعات التشغيلية وبالتالي اقدر احدد له رقم او قيمة. وده لازم يتم من خلال تدريب وتطبيق عملي للقوام مالية آآ فعلية للشركات عشان آآ كلام اللي احنا بنقوله ما حدش يقول ان هو آآ نظري وغير قبل التطبيق لا ده ده عملي وقبل التطبيق آآ عشان كده هديكم اسمه موقع. الموقع ده هو اللي هو موقع مباشر مصر اللي بيتضمن معلومات آآ قيمة جدا عن الشركات سواء اسعار الاسهم سواء قوام مالية للشركات روبعي السنوية قوام مالية للشركات السنوية آآ هندخل عليه آآ بالآ سواء باللابتوب او آآ الموبايلات بتاعتنا وتلوقتي هننزل آآ قوام مالية للشركات وآآ فعليا شركات مدرجة في البورصة باعتبارها شركات يجب عليها ان تفصح عن القطاعات التشغيلية وبالتالي سواء الشركات دي بتعد قوام مالية منفصلة او قوام مالية آآ مجمعة آآ أو موحدة المعنى الصحيح الاضاق قوام مالية موحدة سواء بتعد قوام مالية موحدة سواء بتعد قوام مالية مستقلة. ففي الحالتين منزمة باعداد اه او استخدام اه قوام مالية اه او تقارير مالية قطعية. اه الموقع دوا بالموبايل بقى واللاكتوب هنفتح كلنا بقى الموقع وهندخل عليه ونتصفح الموقع ونشوف امكانياته وكل الحاجات اللي فيه. وان شاء الله يبقى اه تطبيق بقى عملي ان احنا نقيس الافصاح الفعلي للشركة اللي احنا هننزلها كل واحد ينزل ممكن شركة مختلفة او نعمل تطبيق الاولاني انه كل واحد اه نعمل كلنا شركة واحدة ونتفق على ازاي هنقيس وان شوال هيمشي ازاي. بعد كده هو اه ناخد بقى كل واحد ياخد له شركة لوحده يبقى ده الواجب بتاع الاسايمينت بحيس ان هو يجي بقى يجيبه معاه المرة الجاية او يعني يبعته لي على الايميل او اي حاجة او على الواتس بحيس ان احنا نقدر نتواصل ونبتدي نشوف اه مدى اه تطبيقه عمليا للي احنا درسناه وازاي هنقيس الافصاح القطاعي عمليا لقائم مالية فعلية للشركات. شكرا لحضراتكم واتمنى لكم التوفيق.